بهدف البحث عن مخطط الناجع للارتقاء بالرياضة المدرسية على المستوى الإفريقي التأم ممثل 17 دولة إفريقية بمدينة طانجة ضمن فعاليات المنتدى الإفريقي الثاني للرياضة المدرسية والذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس النصره الله تحت شعار الرياضة المدرسية دعمة لتنمية الشباب الإفريقي المغرب يلعب دورا مهما في مجموعة من المشاريع منها إعطاء إشعاع أكبر للرياضة المدرسية لا يقتصر الأمر على هذا بل يتقدم باقتراحات لتظاهرات رياضية كتلك التي نظمها السنة الماضية حيث احتضن أكبر تظاهر رياضية مدرسية من خلال الجيمنازيات بمشاركة 3000 رياضي يمثلون 58 بلدا هذا المتدك يأتي بعد تنظيم الملاكة المغربية لجيمنازيات دورا 17 سنة المنصرمة في مراكش والذي المغرب أيضا مرة أخرى برهن على المكانه الرائدة في الرياضة المدرسية حيث استطاع أن يحقق المرتبة الثانية بعد أوكرانيا الرياضة المدرسية بالنسبة لنا تعد واحد المشتة الحقيقي للأبطال المغاربة لأن اليوم الحمد لله المنظمة فيها تقريبا واحد من الملايين ديال التلاميذ واليوم عبر برنامج دراسة رياضة اللي سوف نعطي الانطلاقة دياله في الدخول المدرسي المقبل بمعية وزارة الشبيبة والرياضة سننمكنوا من هذه التلاميذ أن يوازيوا بين الحق دياله في التمدرس وأيضا في الرياضة المنتدى الثاني للرياضة المدرسية الإفريقية تواصلت أشغاله بمدخلات مهمة ساهمت في تعميق النقاش حول واقع الرياضة المدرسية الإفريقية واقتراح حلول معالجة مشاكلها حيث تبنى المنتدى استراتيجية من اقتراح مغربي ترم دعم كفاءات الشباب الإفريقي من خلال برامج ومخططات تهم المنافسات الإفريقية المدرسية والتكوين على المستوى الإفريقي هذا المنتدى هو لتقاسم التجارب التي تتعلق بسير مجموعة من المشاريع سيمكننا نحن كأفارقة التوافر على رياضة المدرسية في مستوى عالي هكذا منتدى وهكذا لقاءات وهو من أجله الرفع من مكانة بلادنا داخل القرى الإفريقية ومن أجل الرقيب الرياضة المدرسية فالرياضة المدرسية الآن أصبحت لله الحمد قاطرة أساسية لتنمية وإذكاء روح المواطنة ولتسيد مكانة بلادنا داخل المنظومة الإفريقية والعالمية ولله الحمد المنتدى الإفريقي لرياضة المدرسية في دورته الثانية هو محطة إذن من المحطات المهمة التي ترسخ إشعاع المملكة المغربية ومساهمتها في النهوض بالشباب الإفريقي انسجماً مع السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس النصره الله ترجمة نانسي قنقر